كل مرة بنتلاقى بحدا بيسألنا شو الأخبار تابعونا كل نهار أربعة ساعة ثلاثة لنتناقش ونتحاول ونسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعي برنامج شو الأخبار مع حسين هيشن كل نهار أربعة ساعة ثلاثة على راديو سينا 102.3 FM تابعونا لتعرفوا شو الأخبار تحياتنا لكم متابعينا من 102.3 FM ومن قناة شو الأخبار معكم حسين هاشم واليوم حلقة جديدة من برنامج شو الأخبار نتحدث من خلالها عن إرخل المستجدات والتطورات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الأمريكي اليوم ضيفي هو من العائلة ومنه غريب على واتساب ميديا هو من عائلة واتساب ميديا ومن فريق واتساب ميديا هو خينا الأستاذ خضر فرحات المرشح السابق للمجلس التربوي في مدينة ديربون والناشط الاجتماعي والناشط السياسي واليوم سوف نتكلم عن أكثر من موضوع يتعلق بدور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية الانتخابات المحلية اللي نحن بنجي عليها تقريبا بشهر 8 وبشهر 11 كمان بنتحدث شوي عن ما حدث في مدينة ديربون من ناحية المروانة ويعني المشكلة التي حصلت من ناحية السماح لبعض المؤسسات أن تفتح أماكن لزراعة المروانة فاليوم حديث مهم جدا هذه الساعة يمكن أنا وخدر بنا نتحدث فيها شوي بس حابب أكتر نسمع آراءكم أنتم مستمعين فيما يتعلق بهذه المواضيع يتعلق بأهمية دور الشباب في الحياة السياسية بالانتخابات المحلية اللي بدها تصير والجاليات اللي عم بتحاول تتمثل بهذه إن كانوا بالمجلس البلدي ولا بالمير ولا بأيضا رأيكم بالمروانة والسماح لبعض الشركات اللي بدأت تزرع أو الأشخاص اللي بدون يزرعوا مروانة أن يزرعوا بقلب المدينة أكيد فيكم تتواصلوا نحن وإياكم الحلقة تعرف بشكل مباشر رقم التلفون على الراديو هو 313-769-6666 313-769-6666 وأيضا بإمكانكم متابعينا أن تتابعوا الحلقة على يوتيوب من خلال قناتنا على يوتيوب فيكن تكتبوا شو الأخبار بالعربي أو What's Up Media Network بالإنجليزي قبل ما نبلج حديثنا مع الاستسخد الفرحات أكيد نتشكر والداعمين تابع هذا البرنامج وأكيد حيلا واحد بيحب يدعب هذا البرنامج بإمكانكم فتواصلوا معنا على قناة شو الأخبار على صفحاتنا على التواصل الاجتماعي على فيسبوك على انستجرام على تويتر على تيك توك على يوتيوب أو على الويبسايت الخاص فينا اللي هو www.whatsappmedianetwork.com أو من خلال رقم التليفون اللي هو 313-455-9779 313-455-9779 أكيد الاسبونسور والداعمين هن مزاد الولايات متحدة للفضة والسبح يو اسم مزاد Furniture King بجوي رود Sling TV Arabic أرمادة Oil and Gas Multimedia Station IB Lighting Supplies Taxpert و NJ Diamonds أكيد تحياتنا للكون من قناة شو الأخبار استسخدوا الفرحات أهلا وسهلا فيك يحسين تحييي لك الله يعطيك العافي وتحييي للراديو لك اللقي من أهليه شكرا على الشضاء في الحلوة الله يخليك أكيد اليوم هناك أكثر من موضوع سنتحدث نحن وياك في الخدر يتعلق بالجريات العربية والشرق أوسطية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ولاية ميشيغن ووين كوني منطق التي نحن عايشين فيها يعني عطول كنا نسمع نحن خدر يقولوا يجب أن ندعم الشباب يريد أن الشباب يكونوا فعالين أكثر بلنا الشباب يستلموا مناصب بلنا الشباب واحد اثنين ثلاثة بتطلع المستلمين المناصب والمسيطرين على الحياة السياسية والاجتماعية والجمعيات أكيد مع الاحترام الشديد لألون يعني كلهم يعني صر لهم بهم نفس المناصب لأكثر من عشرين وثلاثين سنين شو هي المشكلة اللي خدر اللي نحن عم نواجهها حالياً بالمجتمعات العربية نعم أشتحي لك كل المستمعين وأعطيك ألف عافية مرة تانية ما شاء الله عنك أنت مبتهدى بكل الظروف إن كانت منيحة ولا مش منيحة وإن شاء الله يارب يكون الجميع بألف خير وصحة وعافية أخي العزيز عنا تحدي بالجليات العربية كافة يلي هو أنا هذا اللي بشوفه من نظرة المتواضع يعني عدم الثقة بأجل الصاد يعني ما فينش نعمم عطول عطول في استثناءات للقواعد العامة ولكن فيه قيل لك إنه كثير من نسمع مت ما تتفضلت إنه الشباب لازم يمسك الشباب لازم يترشح لازم يتعين لازم نفتح للطريق ولكن إنت لما تجي لأرض الواقع هذا الشي يصير أو يعني راح يصير بتلاقي كثير من الناس تتردد وأنا ما بعرف ليش يتردد طالما الله يحفظ جميع الجاليات طالما الكبار بكل جالي موجودين بعضهم ليش مش على حياتهم وقبل حتى ما يتقاعدوا إنه ندرب جيل نطمئن إنه لما نتقاعد راح يكون هو عنده لقدرأ إنه يحمل الرسالة ويحمل الرأي ويكفي فيها وهذا يصير فيه تعارف يعني حتى هذا الجيل كمان لما يصير عمك 40 سنة طبعا ما عشبغة فيك تعمل وتعطي من المكان عمرك 20 يعني مش ضروري كمان نصل لعمر 98 لحتى نصير نفكر بهذه الطريقة وهذه اللي هي راح تضمن استمرارية استاذ حسن اليوم الاستمرارية كيف بتصير بتصير لما أنا عم بيجي عشركة معينة أنا عم ضربك اليوم يمكن من 4-5 سنين اترق على مركز معين اللي دربتك أنا أنت كنتصير محل يتدرب غيرك غيرك يصير يدرب غيرك هذه هي الاستمرار بالأخص بالحياة الاجتماعية والسياسية اليوم بالسياسة والمجتمع صاروا ما بينفصلوا عن بعض اليوم النسيج الاجتماعي صار جدا متنوع ما شاء الله صار في عنا بومينغ بشكل رهيب بعالم الأعمال من كل الجاليات فبعطيد إذا مسل غنبناه لمصلحتنا هذا كله سيروح سودان نقطة مهمة أنت خضر في كتير عطيت مسل جيد جدا هو مسل الشركات اللي بتحترم حالها لحتى يأمنوا استمراريتهم من هذه الشركات عطول بتلاقي أنه اللي صار له سينيوريتي يعني صار له أكتر بهذه الشركة عم بيدرب اللي جاي جديد على هذه الشركة لحتى شو ما يصير فيه انقطاع بالنجاح تبع هذه الشركة ما هيخافوا منك ما هيخافوا أنه والله حسين رحيان بخضر رحيان أنا هذه اللقطة اللي بدي أوصل لها نحن ليش عنا نكنوا بالجمعيات الغير ربحية ولا نكنوا بالمؤسسات الدينية ولا نكنوا حتى بالمناصب السياسية ليش عطول الكبار خايفانين من صغار أنه يجي كأنه جايين بدون ياخدوا المنصب تبعهم يعني يعني يبقلك في كتر جمعيات ومساجد وكنيس عم تشتغل شغل جبار ومنحيون عليه بس ولكن نعم ما عم نشوف هذاك الدور الحيوي والكبير جدا للشباب الصاعد إلا إذا كان قريب من الشخص أو المجموعة اللي هي كمشي زمام الأمور هذا الشي خوف يعني ليش خوف ما بعرف طبعا إذا أنا دربت فلان أو اشتغلت أو فسحت المجال لهذا الفلان لدينا طاقات كبيرة بالجالية العربية ولا تستهام بها ولا تستهام بها وجوانوا تحية ويرفعوا الراس أكيد طب لا بدي خاف منك إذا أنا عم اشتغل معك عشر سنين أو عشرين سنة أو إذا أنا يعني يعني هي مش عبارة عن جميل عفوا بمؤاخذة بس إنه مهال حياة يعني محطة يلي وصل له هلأ لهون حتى فتح له الطريق لو بكلمة لو بنصيحة لو بمصاري لو بمعرفة معينة بعلاقة معينة بمقابلة معينة مهال حياة هيك بتستمر فنحن هتنضمن استمراريتنا وبجع بركز على هالكلمتين السياسة والمجتمع اليوم ما بينفصلوا عن بعض وصاروا يعني هن بقرروا لمصير اليوم ما بتعتقد عم من وراء هيدة العقلية إنه أنا ولا غير عم بيصير فين فور من هودة الشباب عم بيطلعوا من عم بيفلوا من هيدة الجريات عم بيروحوا على مناطق تانية عم بيروحوا حتى عم بيروحوا حتى على ولايات تانية وعم بيأبدعوا بهودة الولايات يعني شفنا هديك المرة شباب يعني بس للمسألة للحصر شباب من بيت بيضون كانوا عم بكرموهم هون بالجالية من الناجحين في المجال الطبي فهمين كيف بس بوليية تانية عم نشوف كمان شباب عم بياخدوا مناصب سياسية ومناصب بيئة الشركات بشكل كتير كبير بس إلا ما ندر يعني صراحة هن الشباب اللي عم ينجحوا هون وعم بيقدروا ياخدوا يعني الدور السياسي والاجتماعي بيئة الجالية إذا عم نحكي نحن ديربون ديربون هايس بهالمنطقة الموجودة عنا بتلاقينا وادر ما هو الشاب اليوم أستاذ الحسين والمستمعين اليوم لما بدي يطلع ويلاقي مستقبل وغير مبمون يعني بديلك أنا عم بشتغل هون بديربون هايس عم بتعلم أنا وعم بتعلم عم بدبر حالي عم بشتغل بجانستيشن بمطعم بالشركة معينة أوبر وطب لما يتخرج مهندس أو دكتور أو أستاذ أو طبعا تحية واحترامنا كل المهن والمصالح طيب وما يلاقي فيه هذيك الحضن يلي قادر يفتح له الباب أو شو بأول يقول أنت ما عندك خبرة طب أنا بعدني يخريش جديد طب كيف بدينا إذا عندي خبرة إذا ما حدا فتح للباب لحتى أعمل خبرة لحتى كون معرفة لحتى سير ذيء سعودي طب أنا كيف بدي كون خبرة إذا ما حدا نفتح للباب يعني أنا مرة سألت أحد المدراء سؤال بأحلى الشركة كنا نشتغل لقضية لتوظيف أحد الأشخاص يقول لي ما عندوش خبرة طب ما عليش بلش فيك أنت أنت لما توظفت أول مرة كان عندك خبرة يعني يعني لما واحد يجي مثلا وزير أو نائب أو مدير شركة أو whatever position شو هو أنه هل يعني إحنا خلقنا وعندنا هيد الخبرات ما لا ما هو كل شي بده وقت كل شي بده تدرج كل شي بده التمرين بده تدريب بده إرادة بده إنسان يكون عنده هذا التصميم على أنه يتعلم ويبدع طيب لنقطتك أنا لما الشاب ما يلاقي هذا البيئة لما ما يلاقي هذا الحضن ما يلاقي البيئة الحاضنة من هالناحية طبعا بدي سفتش لبره وللأسف عم نخسرهم عنا كتير شباب وصبايا عم بيروحوا عجمعات غير مشيقين عم بيشتغلوا غير مشيقين أو عم بيشتغلوا بره دير من المسعب يجي هون عبيتهم وحتى حتى مسألة البيوت كمان عم تصعب وتصعب على جيل الصاعد الجديد لخير الجامعات أنه عم تغلط ضرائب وما إلى هلالك يعني حتى مسألة العيش هون كمان مش عم بتصير بقى هي كمان مستحسنة عند كتير عالم نظبت طب خدر أكيد أنتم مستمعين فيكم نشاركونا بموضوع الحلقة اليوم من خلال الاتصال على 313-769-6666 313-769-6666 خدر عم نشوف نحن يعني صار لفترة عشر سنين بسوصا نحن هلأ بالإيوني الأخيرة بدل ما نحتفل بتخرج شبابنا بدل ما ندعم شبابنا لا يفوتوا بمراكز سياسية واجتماعية عم نروح ندفن شبابنا عم بيتوفوا هؤلاء الشباب حتى وفاة الصغار عم بتصير أكتر من وفاة الكبار نعم شو السبب بهذا الموضوع أكيد حكم ربنا وهيك على عينه راسي بس كمان هناك سبب وراء وفاة الشباب وارتفاع في وفيات الشباب في الجارية أول شي الله يرحم كل كل فقيد فأدناء وفأدناء ويصبر عليهم بما يعني شو ما كان يكون السبب من كم مراد ولا للأسف قفة المخدرات اليوم كمان اخذ كتير عم تغطي من شبابنا وأنا بلك شغلي من هون أنه قفة المخدرات قداشها هي كبيرة بعد أكبر بكتير ما عم ينفصح عنها ما في جهود كي بدي أقول لك مش أنه ما في جهود في جهود ولكن هاي جهود منها متكافة مع بعض يعني أنا اليوم المدارس جمعيات الإنسانية الأهلية الاجتماعية الدينية بس ما أول مدرسة وأول مؤسسة مظبوطة هو البيت يعني اليوم تطلع أنت على تركيبة البيت على تركيبة الأسرة على البنية الأسرية بالبيوت طيب لما تلاقي بأكتر الأحيان الأم والبي ما فيش بقى جسور تواصل مع أولادهم طيب لما أنا عبروها على مدرسة ولا سمح الله اختلت بناس عندهم طرق منتوية أو منحرفة شوي أو لا أخلاقية شوي طيب ندفي بتجر ندفي السيجارة بتجر المريوانة المريوانة بتجر اللي بعدها واللي بعدها بتجر اللي بعده طيب اليوم بالبيت أين مسؤولية الأهل طبعا عارفين أن الحياة تطلب شغل تطلب طعب تطلب أن البي والأم بدني اشتغلوا بس ما كمان ما هي حياتي أنا واحد بيضحي أنا فضل أني اكسب ابني أو بنتي وأسرتي بشكل عام طبعا على أنه اشتغل اليوم أو يومين زيادة واكسب فيهم كم دولار زيادة لأن المصاري بتروحوا بتجي يا أخوان بس ولكن إذا لا سمح الله فأدنى حبيب أو أو حدا يعني نغرق بمستنقع مخدرات أو هذه الطرق الملتوية أنه هذه اليوم أكتر طرق عم بموت في شبابنا يعني وكتير جاليات بأمريكا أو حتى بالعالم يعني طريقة متفشية ولكن نحن طالما عطول نتباهى بالحث الأسري والديني والاجتماعي وهذا الترابط كله ليه ما بنفاعل هذا العمل بطريقة أنه مش بس نتسابق على برامج يعني والله المؤسسة الفلانية عم تعمل برنامج بالمدرسة العليتانية طيب هل عم نعمل شي أكتر من أنه عم نروح نعمل برزنتيشن بهالمدرسة هل عم نعمل أكتر من أنه يمكن عم نساعد حتى حدا يتعالج طيب وبعدين أوكي في ناس عندها إرادة في ناس الله بيهديها الله بيعطيها الحكمة والقوة طيب في ناس يمكن ترجع ترجع طيب هل عم نتابع هل عم بصير في المتابعة ولا عم بصير الشغلة آنية عم بصير الشغلة مؤقتة أنا بأعتقد هاك موضوع وهاك قافة بيطلب شغلتين البيئة الحاضنة السليمة يعني نأمن أما فينا صلاة رياضية تأوية الكاتف الأسر والتربوة والدينة وكمان أنه يصير فيه هناك خطة طويلة للأمد يعني سؤال جالي كبيري بحجم جاليتنا هون بساوث إيست بشيغن لحطنا موريش ديربورن أنا أحكي من هون لأن أربر عارف كيف طيب لما عندنا مركز واحد مؤهل وبأمن فيه كل الحاجات التكنولوجية وآخر وآخر العلمة يعني وصل له لحطنا عالج هك حالات إن كان مخدرات إن كان مشاكل بين زوج وزوجته إن كان مشاكل بين أولاده وبيون إن كان فيه قصور نفسية أو تحديات عقلية ما عندنا نحن اليوم طيب يوم يجي واحد أنا بقى كثير أسر بتجيلي مثلا بتقلي طيب أنا بدي أبعط ابني أو بنتي على مركز فلاني بعيد ساعتين من هون ما فيش أكل حلال ما فيش روح نشوفهم ستنرى كاما ديري طيب هذا عم نسمع فيه واقع بعدين بنا نشتغل مع الأهل إنه كمان يفكوا سيطل خجل طيب أنا بيخسر ابني ولا على أنه أحكي ما فيش شي خاجر لكن أنت أكتر من من كلمة كتير مهمين أول شي مزبوط ما فيه تعاون يعني فيه حركة بلا بركة نحن بنسميها فيه كتير جمعيات يمكن عم تشتغل على موضوع الإدمان إذا ما نحكي إدمان بسم الله صاروا كتار ما بعرف إذا قصة قصة أنه فيه نية منيحة بس بشكل عالم ما فيه تعاون ما بين هؤل هذه الجمعيات كل واحد عم يشتغل عم يغني على إله هي أول شكل فيه منافسة سلبية مش منافسة إيجابية ما بين الاتنان يعني عم يتنافسوا وتشغل المنافسة الجيدة بس هناك منافسة سلبية وهناك منافسة إيجابية نحن عنا للأسف منافسة فيه منافسة سلبية كمين يا كير خليمي أخذ حسن معنا حسن على الهوت اتفضل يا حسن مرحبا أعطيكم العافية الله يعافيك والموضوع الموضوع كتير كتير مهم وجيد الله يعطيكم العافية على الأفكار وأستاذ خضر معه حق مية بالمية بالنسبة مثل ما قال لبعد بعد مش ما أنا نقول للمدارة بعد يمكن المسؤولين شوي بقلب الشركة إذا أجأ شاب شاطر وأبضاي وممكن يعطي صحيح يمكن ما يكون عنده خبرة بس ممكن يكون يعطي أفكار قيم إلى الشركة بخاف منه بالغير بكرة يمكن بيأخذ محلي وهذا كلام صحيح صارت مع عدة شباب ويمكن نغيروا الميجر كبعهم مش أن يلاقوا شغل نظر يعني بأي بأي شي ما هذه صحيحة وإن شاء الله العالم يعني هالكبار يفكروا أصحاب هالمؤسسات أنه استعاب الشباب الخريجي جديد يعني عنده أفكار رهيبة وعنده أفكار أنه ممكن تقوي الشركة وتحطها بأماكن قيمة الله يعطيكم عافية هالموضوع اللي فتحتوه ونتمنى من الجميع أنه يعني يفكر مثل ما يفكر بابنه أنه ابنه ممكن يجيبه على الشركة يوصفه ابنه ما عنده خبرة بده يتعلم كمان أولاد الماس نفس الشي عنده ناك شكرا شكرا حسن حسن أكيد يحي الله حدا يحب يشاركنا بموضوعنا لليوم بإمكانكم الاتصال على 313-769-6666 313-769-6666 خدر أنا يمكن أدمان هو موضوع بده حكي بس بدي أبل ما نروح على بدي أرجع على دور الشباب بالحياة السياسية نحن عنا هلأ جايين على انتخابات لأنا بدي يفض بموضوع الانتخابات بعد شوية بس نرجع من البريك كدور الشباب بالحياة السياسية والاجتماعية كيف شايف الصورة العامة انت هلأ حاليا نحن عنا بالمنطقة نعم بس أكد على الكلمة انه هذا الشاب أو الصبيل عم بطلع خريجي مدرأ من الجامعة وبيحسوا حالهم بدن يزيحوا جبال لما عم بيتجابها وعم بيواجهوا هيك عقابات طبعا رح ينحطوا رح يتركوا هاي على الأقل وشغلت هنا أصل الإدمان أبي ما جاب على سؤال المغلطين انه مش عم بيكمل شغل بعض كل واحد عم بيشتغل شروي غروي ومش عم بيشتغل تفتح طريق طب انت تفتح طريق بك تفتح طريق من point A إلى point D طب شو ساعة بك تنط من point A إلى point C ترجع على D ترجع على B ترجع على A ترجع طب هو طريق مستقيم هو خط واحد تعرفش عم بيسير فينا بدأ كاليف مثل ما بيعملوا طرقات بلبنان بالشرق ال virtually for example بيجوا بيزفتوا الطريق بيرجعوا بعد ما يزفتوا الطريق بيتذكروا انه بدن يعملوا أجلكم والله صرف صحي بيحشوا الطريق بيجعوا بيزفتوها للطريق بعد ما يزفتوها للطريق بيرجعوا ب يتذكروا ان بنا نعمل نحن مجاري لحتى الماء تروح ما بعرف لين كمان بيحطوا למ�جاري بيحفروا الطريق بيجعوا بيزفته كمان وهكذا دوليك وهكذا دوليك بيزفتوها وبيحفروها للطريق مئة مرة وهذا عم بيصير فينا نحن لأنه ما فيه تعاون ما بين هؤلاء الجمعيات وما فيه تنسيق لك مرة قال لي الحاج عيمو أكيد يفيني اسكوا لأنه من مونة عليه الحاج عيمو اللي عنده آمتي فونديش قال لي حسين نحن بنعمل تركي درايف هاي دي اللي بيوزعوا فيها تركي بعيد الشكر بالتانكس جيفر ولما بيوزعوا كمان تياب وقصصوا حكايات قال لي نحن بنعمل تركي درايف بنوزع لنا لشي ألف عيل وجمعية ما بدي يقول جمعية التانية لأنه بركي بيزعله جمعية كذا بتوزع نفس الشي وجمعية التانية بتوزع نفس الشي حطهم مع بعض لا مش هيك بتعلم شو بيصير بيجي بتكون السيارة بتفتحوا بتفتحوا الصندوق السيارة اللي يحطوا لها الغراب بقلبها عبروها عند الكيل بيطلع قال لي فتحت الصندوق طبع أكتر من سيارة عبروها عند الكيل عندهم ثلاث إعاشات غير الإعاشات اللي أنا أعطيتهم إياها طب ليه أنا بدي يوزع لنفس العيلة ثلاث مرات أو أربع مرات ليش هاودي الجمعيات ما بيكون عندهم داتا بيز وحدي بفلتروا بفلتر يعني إذا هيدا أخذ من النادي اللبناني ما بعطي لماذا يخذ من اخذ من هايب أو لش بدي يخذ من أكسس لازم يكون في تعاون بين هاودي الجمعيات هل عم نقول بوفروا حال وقت وهي ده مثل طبعا طبعا وهكي المضمن وهكي بيوصلوا لأكتر عالم صحيح ليش نفس الألف واحد بده ناخده وهكي المضمن إنه أب ما فينا عم نساعد عالم ونعمل فرق بحياتها لأنه ما سيكون في التنسيء أنا عم أكمل شغلك أنا عم أكملك لا أنت عم تعطيني جميلة ولا أنا عم أعطيك جميلة نحن عم نوصل فكرتنا والهدف على كلين بارك الله فيه خليني أخذ بريك فضل بس نرجع من البريك لنكمل بحديثنا تاخذنا على البريك بس نرجع من البريك لن حكي عن الحياة السياسية رح نحكي عن انتخابات المحلية راح تصير بالمدن اللي أنتم موجودين فيه وأهمية هاي label انتخابات رح نحكي عن صراع الجاليات هناك صراع ما بين الجاليات حاصل حاليا ما بين الجاليات اليمنية والليبنانية والعراقية بدنا نشوف هل يتود هل ترى هذا الصراع جيد أو سيء صراحة لأنك جاليات عربية شو الأخبار معي أنا حسين هشم من قناة شو الأخبار او تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أب للأنقة ورقي عنوان زين بيتكم بالتميز والفخامة مفروشات الملك فرنيتر كينج جودة عالية بأسعار مخفضة ومدروسة تنزيلات 30% على كافة المفروشات دفع بالتقسيد من دون فوائد بالإضافة إلى تخفضات 40% على السجاد زورونا الآن 155110 جويرو ديترويد هاتف 313-397-2003 IP Lighting Supplies متجرك الأول إن كنت تبحث عن إضاءة مميزة للمباني السكنية والتجارية بالإضافة إلى ثريات الفاخرة المصنوعة من الكريستال بتصاميم عصرية وأسعار مدروسة IP Lighting Supplies بإدارة عماد بوسي زورونا الآن هاتف 313-438-6516 العنوان 22-T25 West One Avenue, Dearborn Heights مالتي ميديا ستيشن متجرك الوحيد لجميع خدمات الوسائط الإعلامية المتعددة من ويب، صوت، صورة وفيديو نوفر خدمة التسويق الرقمي وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي للشركات والمحلات الصغيرة والمتوسطة لدينا فريق عمل مختص بتصوير حفلات الزفاف والمناسبات لمزيد من المعلومات الاتصال على 734-315-0718 أو زيارة موقعنا الإلكتروني themultimediastation.com حامل هم الضرائب وعندك أسئلة كتير واستفسارات مش عارف لوين تروح ولا مين تلجأ لا تفكر ولا تحتار تاكسبرت حدك ومعك لنساعدك تعبي على الضرائب بسهولة وبلا وجعة راس وبنحصل لك أفضل عائد ضريبة ما إلك إلا تزورنا وما تحمل هم شي سكور الإعلام محصل على 50 دولار خصم على أي من خدماتنا العنوان 23916 Michigan Avenue Dearborn هاتف 877-717-1040 للثقة والثقة عنوان تاكسبرت لكم أفضل خيار أكيد منرجع لكم مستمعينا ومتابعينا من OneO2.3 FM وأيضا من قناة شو الأخبار معكم حسين هشم وعلى الهواء مباشرة مع الأستاذ خضر فرحات وحديثنا وموضعنا اللي نضطر إلى اليوم أكيد أنتم متابعينا ومستمعينا بإمكانكم متابعة كل برامجنا اللي بتنعرض بشكل أسبوعي من التنين للجمعة والتقارير الإخبارية والبرامج اللي بنعملها من قناة شو الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي بالعربي فيكن تكتبوا شو الأخبار وبالإنجليزي What's Up Media Network What's Up هي W-H-A-T-S Up هي U-P و What's Up Media Network نحن موجودين على فيسبوك على إنستجرام على تويتر على تيك تاك على يوتيوب وعلى كل جميع وسائل التواصل الاجتماعي برامجنا نتحدث عن برامج اجتماعية سياسية ترفيهية أكيد بشهر رمضان ببارك سيكون لدينا باقة من البرامج المنوعة من طبخ وسهرات رمضانية وتقارير عن إحياء رمضان في المدن الأمريكية وغيرها من البرامج المفيدة صراحة فأكيد نتمنى أن تتابعونا وتتواصلوا معنا وتشوفونا صوتوا صورة يمكن على الريديو بتسمعونا بس وأكيد نتشكر 1.02.3 AFM لأفساحهم المجال لأننا نكون نحن وياكم وتواصل نحن وياكم وأكيد شكرنا للمخرجي رانا بس أكيد كمان نحب نشوفكم ونتخالط نحن وياكم ونتشارك نحن وياكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فأكيد نتمنى أنه تتواصلوا معنا خدر دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية نشوف شباب هلأ بلشوا ينزلوا على الانتخابات بلشوا يترشحوا وأنت واحد من الشباب اللي نزلت على المجلس التربوي للأسف سقطت على 13 صوت للأسف الشديد فما كيف شفنا شباب مثل عبدالله حمود نجح بالانتخابات للولاية كنائب عن الولاية وأيضا منازل هلأ على المير عم نشوف شباب مثل عادل معزب صار بالمجلس التربوي إبراهيم عيش صار نائب بولاية ميشيغان يعني عم نشوف بلشنا نشوف حركة شباب هلأ بلشت صار لهم آخر 3-4 سنين عم ينزلوا على مقاعد بس منا كافي يعني مثل ما عم نعدهم على الأصابع كم شاب عم ينزلوا إذا بصدروا بالصورة العامة يعني مثل المجلس التربوي مع الاحترام للجميع فاش إلا عادل شاب والبيئي كلهم ما فوق الخمسين عام خليني أخد هيدا الاتصال ونكمل حديثة نحن إياك تفضل هلو مرحبا يا أهلا وسهلا يا عتيك العاصي سيد عسين كيف أقول سيد خبر كيف حاجم حبيبي حاج عباس فيك تسمعنا من حاج عباس أيسينك مشاي اه اه نسمعك انا رسي عندي تعييز خوية صغيرة بالأوغانة على قصة الجرانت واليكتبوا مع بعضهم بش هايحكي كتير لأنه إذا بجيب لك أسامي وجمعيات بصير في ألنا بدل العدو عشرة فحنت حنتحول نتجنب مع الألم إنه إذا بعطيك بروف يعني إنه أساسا ما هيستعاون بس إنتي فهمها عالطاين ما هيفاهموا مع بعض يتعاونوا مع بعض لأنه كل واحد يطلع له جرانت محدد فهوين بدي يصرفه مش ضابطة بعدين حضرك وبصراحة وبدون خوف بس فيه شغل يمكن بدي عقب فيها بالتقرير أو الكلمة اللي حضرتك اسفضلت فيها قلت أنت صراع بين الجاليات بس حتى ما تنفهم أنت غلط بعد ما بلشنش فيه بعد ما بلشنش فيه ما في صراع بيننا وبين الجالي اليمنية أو العراقية لا نحن في خلاف بين أشخاص سياسيا عم تعكس على واقع الجاليات ولكن جالي اليمنية من الأحب إلى لوبنا ونحن كمان كالبنانيين بيش محتلين دكت يعني ولا هم ترامج بعد ما نحن ويوهن أخوي وكل شي وتمام مع الجاليات العراقية ولكن فيه خلاف سياسي محدد بين أشخاص هذا لا كليا لا يمثل أجاليات بذكر مالك أنت حتى مع هذا يقول أنه أنت عم تقول فيه صراعات وفيه خلافات بين الجاليات تحيير ألا هشكرا عباس أكيد بقى ما اتطرقنا لموضوع نحنا إلا نحنا هل هناك من صراع ما بين الجاليات وبالعكس لما بيكون فيه هناك تنافس إيجابي للأحسن وللأفضل هذا أمر يساعد الجالية وليس يدمر الجالية بس أكيد إن شاء الله منوضح هذا الموضوع أكثر لما منتحدث بسياق الحلقة شكرا لألك أكيد يا عباس على مشاركتك في هذه الحلقة حالة واحد بحب يشاركنا بهذا البرنامج ممكنكم الاتصال على 313-769-6666 تفضل سيد عباس كبير شكرا على الاتصال اليوم لما تحكي مع حدب السياسي هون كمان دغري بيخاف يعني بيقول لك يا أخي أنا هربت من بلدي ومن السياسة بلدي ومنهم اضطار لا أنا فوت ولا أبني فوت يعني أول شي عندهم تصور ومفهوم بعتقد شوي خاطئ عن الحياة السياسية هلا طبعا السياسة بمعنى السياسية هي وجدت لحتى الإنسان يترشح على الانتخابات يحظى بثئة ودعم وأصوات الناس يوصل على مركز المعين ويخدم العالم ويصنع الفرق بناءا على الوعود والبرنامج الانتخابي اللي كان نزل عليهم اليوم للأسف طبعا في كتير ناس تترشح وينما كان بس لا تترشح إن كان للشهرة ولا للإسم ولا للسوطة ولا للقوة أو المصاري اليوم لحتى رحكي عن شبابنا اليوم شبابنا اليوم طالما طبعا نفتخر فيهم دكاترا محاميين مهنسين معلمين مرثقفين اليوم كمان صار في هناك حاجة كبيرة جدا ولا تقل أهمية عن الانخراط في المعتركين السياسي والإعلامي وبالتالي الاجتماعي لأنه أنت اليوم مت معل حاجة عباس أوكي يا أصلا بتبلش بأشخاص معينين ما بتمثل الجاليات لأنه عطول ما فيناش نعمم بس ولكن خوفنا أن تنزل إلى الأمور وتنحدر بطريقة أنه تصير هي الصورة العامة مثل هلأ مثلا بالانتخابات تعرف للأسف بشكل عام كل شي محظور بيصير أوكي كل شي بيصير مباح يعني إذا أنا مرشح على مركز فولاني وحسين على مركز ضدي طبعا هذا شي مش مقبول ولكن للأسف كتنة تستعملها بيصير جيب كل شي في وسخ كل شي في ماضي أو شي ملفق حتى مش مزبوط وبعد الانتخابات بمعود أحباب وأصحابها كأنه يعني فأنا هذا خوفي اليوم طبعا الجاليات العربية مصلحتها العليا والأكبر والكبرى يعني أنه تكون متماسكة تكون متكاتفة نحن لو نحكي على المستوى الوطني الرئيس بايدن إجا وأنعش هذه الروحية خلص البلد كأميركا حتى من فوهة الحرب الأهلية أنا بأعتقاد المتواضع كان فيلك احتئان شديد فنحن بيعطينا مستفيد من هذا الوضع مثل كتير جاليات غير عربية بره من التحدي وعم تقدر توصف شبابها وصباياها وطاقاتا وصوتا وعم تعمل تقل عن صناع القرار وينما كانوا يكونوا وإن كانوا محليا وإن كانوا محليا وإن أصلاح هذا أنا بيقول لك لازل شبابنا يترشح خدر السؤال لما ينزل شاب يترشح نعم نحن مش غريبين عن الجارية نعم يعني أول كلمة بيقول لك أنت بعدك صغير بعدك صغير ما عندك خبرة هين قلت لي أنا شو بفهمك بهال المركز نعم يعني لماذا مجابهة الشباب بعطول بالعمر يعني لماذا ينزل أنا سمعانا أكتر من المرة خدر فرحات صغير لماذا يريد أن يكون على سكول بورد عبدالله حمود صغير لماذا يريد أن ينزل على المير خليه ينطر له عشر سنين خمسة عشر سنين خليه يكبر له شوية وعاله شوية بعدين ينزل براهيم عياش صغير لماذا يريد أن يعمل نائب بالولاية فهمين كيف لماذا عطول لما الشباب العربي بدوا يروح يترشح على مركز سياسي معين أو مركز بالانتخابات عطول بيجيبهو بقصة أنه أنت صغير أنت ما عندك خبرة لأنه متعودين على نمط معين ومش سهل أنه واحد بتعود على نمط معين أو على سياق معين فجأة بتغيره الواقع يعني احنا متعودين مثلا نوابنا رؤسائنا وزراءنا كبار يعني حتى نحكي عن لبنان عن بلد الأم طيب يوم بالبرلمان كم نائف فيه شاب أو صبي يعني من أصل 128 كم رئيس إجا الشاب أو هذا طيب هاي الواحد اثنان نحنا لازم نساعد يا خي على الأقل إذا أنا مش مقتنع بفلان أو بعليتان أو فلانة أو عليتان لتنزل على مركز معين لازم نساعدهم طيب بعدين كيف منعرف نحنا كيف شو الأيلية اللي عم نستخدمها حتى عم نعمل عم نحكم عم نحكم عن هايك ناس طيب اليوم مش كنا نقول العلم طيب مني وجر ومنك وجر ومن عبد الله وجر وعادل وجر حتى ما بدناش ننسى حدا وإبراهيم وبدكي كلنا معنا شهايدنا وزيادة طيب مش نحكي أخلاق مش نحكي احترام مش نحكي خوف على الجهاليات وعلى كل سكن ديربون طيب هذا كل ما وجود طيب يوم الخبرة يعني ما في حدا خلقوا معه خبرة ما مهام أنت كان بالشغل السياسي ولا الاجتماعي ولا الإعلامي ولا بالشغل ككوربرت يعني كبزنس طيب من يوم ما حدا خلقوا وما أقول خبرة يعني كمان ما حدا خلق معلم ما ما حدا خلق معلم والإنسان يتعلم هلأ فأنا أفضل أنت انتخابت حدا على أساس فكرت طيب ما من هيك في انتخابات جاي فالانتخابات يا أخوان هي بمثابة الريبورد كارد للمرشحين إذا أنا بترشح عن انتخابات اليوم وبربح معناها العالم بتطييني إذا بترشح مرة بعد سنتين ثلاثة وبنجح معناها أنا خدر كونك فتحت موضوع عن انتخابات وخليني نفوت على ليلة هذا الموضوع عطول نحنا معودين للأسف الشديد يعني عطول نحنا بنضلينا النق مثل ما بيقولوا بالعرب الدرس يا خيي الدرائب غالي يا خيي الخدمات من نمنيحة يا خيي خربوها للمدينة خربوها ما بعرف شوي هاودي المسؤولين أو هاودي المنتخبين ما بيصوش بتجي الانتخابات مثل ما بنعمل ببلادنا بنعملها مثل ما هي زي ما هي نفس الشي عطول فهمين كيف حتى بأمريكا صار فينا نفس الشي يعني عنا للأسف الشديد إذا بدي استعمل هذا المصطلح عنا تقليه تقليه إلى حد ما لهيدا المسؤول أو لهيدا المنتخب وبنكبر له بالإيغو تابعه فهمين كيف يعني بس واحد نلاقيه مسؤول أو منتخب بنا نحطه بالكرسي الأمامية وبنا نهله ونغنيله ونرقصه ونعزمه على الغداء ونعزمه على العشاء نحن بأمريكا هيدا اسمه يعني اسمه خادم اجتماعي خادم للمجتمع هيدا خادم لألكن يعني هو لازم يخدمكم هو لازم يعزمكم ويشيلكن ويريحكم وشوف أنتو شو بدكم نعم مش أنتو يعني تحطوه وبتكون تعملوه مدري وشوف نعم أنا عم بتضحك صراحة لأنه ذكرت حادثي أول ما التقيت بأحد السناتوري الفيدراليين بقال لي يا أخي حسيت حال شي غريب لما أجي على مناطق أهي 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 قال لي أنه لما أروح على غير محل عادة أنه أهلا وسهلا بالسناتور أو السناتور الفلاني الفلاني بتي حالة محلة بيعبروا لما أروح عند العرب بتلاقيه مظاهرة قال لي ما أجي لهم مثلا اللي بيقف الصف من هون لآخر الدنيا وكله بدي تصور معك كله الصور وكله واحد كله بدي يعزمك على المطاعم بدي أعمال لك عزيمة ومي تنافسوا بالباكيارد بدي أعمال لك عزيمة بالباكيارد ومي نجيب لك أكل أكتر ومي يحافظ الصور معك ما هي أنت ترجع على العقلية اللي نحجيين منها أنه إحنا عنا في لبنان أو دول عربية بشكل عام طبعا أجن ما فينش نعمم وكيف هاي عنا العقلية أنا ما فيك تشوف النائب بسهولة ما فيك تشوف الوزير بسهولة بدك حدا من شيء بدك تعطي هدية حط نقل لك رشوة هكي يعني عننا فهون عم بيقب هذا غلط هذا غلط أنت وأنا بعرف أنه نظرة البعض السياسيين إلى الجالي العربية هو نحنا خزان مصاري طبعا بس بدهم تبرعات هودين نازلين على المناصب بس بدهم فاندريزر بيخدوا مصاري طب هدية الحاكمة راحت مصاري من الجالي العربية وقداش عملوا لفاندريزر راحت عكين العدو بدهم أتقول راحت لأوين راحت نعم عكين العدو راحت ع إسرائيل ما شك بدهم أتقول مرحبا طيب وعملوا مظاهرة وعملوا مؤتمر صحفي الجالية واعترضوا ونحنا غطينا هيدا الاعتراض فهمين كيف طب فرقت معاشي لك بالسياسي ما فيش مرحميني يعني كمان يعني اليوم لما نحكي بالسياسي أنا اليوم كمرشح سنة الماضية وسقطنا 13 صوت ستل يعني مش حنستسلم وبيحترم كل صوت منها 12288 ممنونكم وممنونك أنت ومنون كل الناخبين والداعمين ولكن اليوم بالانتخابات لما بنحكي عن مستوى السناتر أو كونغرس أو جوورنر أو حتى مير أو شو ما كان يكون اليوم بدي طلع هو أنا شو نسبة الانتخابية نصبت اليوم أنا لما خاف من الجالية الفلانية أن يمكن تشيلنا وبتحطنا ونحنا كذلك عفكرة اليوم انتخب كل اللي مسجلين عننا اللي بيطلعوا بانتخبه بإيد واحدة وبكصف واحد بصير في شوائب هون وهون بس هم حكي بالسطورة العامة ايه فرنا نغير ونشيل ونحط يعني اليوم فوز الرئيس بايدن بمشيغن شو فرقة أولاك أنت ما نظرا وين كونتي يعني اليوم لو يختر وين كونتي نوعا ما وتوابعها يمكن مكان ربح مشيغن عارف شو قصدي لكن بشكل عام خلينا نحكي خدر بشكل عام بكونك فتحت قصة ديربون نحن في في أكتر من مدينة صار فيها تقل عربي يعني بصميلك أكتر من مدينة عندك هم تراميك فيها تقل عربي كتير كبير طبعا ونحن تحيي كبيرة عندك ديربون تقل عربي كتير كبير ديربون هايز كمان صار فيها تقل عربي كانتون لغوانيا ستيرلينغ هايز أخواننا والحلو بالجالة العربية يخيي كلهم يعني ما بتلاقي واحد إلا ما يخيي بيشتغل عنده شادي ولا لا بتلاقيه بيشتغل وعم بعم بيفتح بزناس وعم بيكون عضو فعال في هذا المجتمع كمان كيف فكتير مهم نحن هلأ جاي انتخابات كتير مهم هذا الحكي المهم يبين التقل العربي في هايدي الانتخابات ولكن التقل موحد اللي بعده مش مسجل لحتى ينتخب حيالله واحد معجنسية أمريكينية يا أخوان لازم هلأ يروح ويسجل نحن عندنا انتخابات بلدية عندنا انتخابات مير عندنا انتخابات ليوم الانتخابات فهمين كيف في ميت ترم إلاكشن جاي ناكست يير بدهم يخبطوا بعض الدموقراطيين والجمهوريين فيها لازم نحن نستفيد من هذا الموضوع لحتى ندعم للقضايا العربية انت بدك مش بس خيي مش بس إذا بدك بالانتخابات بدك الوضع بالشرق الأوسط يتحسن نروح انتخاب بالانتخابات بدي بس واجه تحقيق لجال يمنية كبيرة عفا لأنه ما شاء الله مش عم بيهدوا بالتلفونات لكل أعضاء الكونغرس والسيناتوري والهيدا وأكيب أنه واجه تحقيق كبيرة لكل الجاليات ومدعي على طول للمحبة للتسامح للحوار للتلاقي حتى أنه واحد يتلاقي يحكو نساعد بعض نتضافر مع بعض لأنه انت الآن بظرف جدا صعيب يعني اليوم يعني انت لتوصل كمان احنا هدفة مش بس نوصل ايه وصلنا وبعدا إذا ما حفظت على هذا الوصول وعه القمة بدك توقى طيب خلينا ناخد البريك الأخير لأنه بهذه الحلقة اليوم معك أستاذ خضر أكيد متابعينا ومستمعينا من وان وان وتو كونتري أف أم ومن قناة شو الأخبار مستمرة معكم نحن للساعة الرابعة عصرا بتوقيت مشيقين وهذا البرنامج برنامج مقدم لكم من قناة شو الأخبار رح ناخد بريك سريع كتير وبعد بريك نكمل حديثنا مزاد الولايات المتحدة للفدة والسبح جميع منتجاتنا مصنوعة يدويا من الألف إلى الياء أو منطقات بلياد أو من التحف والأنتكة النادرة مصادرنا متنوعة من البحرين حتى مصر والعراق وصولا إلى إيران وتركيا نحن نضع في صدمتكم فقط الأحجار الكريمة الطبيعية ولا مكان للغش عندنا للاتصال 208-856-8658 أو تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أب يو اس مزاد للأناقة ورقي عنوان زين بيتكم بالتميز والفخامة مفروشات الملك فرنيتر كينج جودة عالية بأسعار مخفضة ومدروسة تنزيلات 30% على كافة المفروشات دفع بالتقصيد من دون فوائد بالإضافة إلى تخفضات 40% على السجاد زورونا الآن 155110 جويرو ديترويد هاتف 313-397-2003 IB Lighting Supplies متجرك الأول إن كنت تبحث عن إضاءة مميزة للمباني السكنية والتجارية بالإضافة إلى ثريات الفاخرة المصنوعة من الكريستال بتصاميم عصرية وأسعار مدروسة IB Lighting Supplies بإدارة عماد بوسي زورونا الآن هاتف 313-438-6516 العنوان 22-325 West One Avenue جيربون هايتس مالتي ميديا ستيشن متجرك الوحيد لجميع خدمات الوسائط الإعلامية المتعددة من ويب صوت صورة وفيديو نوفر خدمة التسويق الرقمي وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي للشركات والمحلات الصغيرة والمتوسطة لدينا فريق عمل مختص بتصوير حفلات الزفاف والمناسبات لمزيد من المعلومات الاتصال على 734-315-0718 أو زيارة موقعنا الإلكتروني themultimediastation.com حامل هم الضرائب وعندك أسئلة كتير واستفسارات مش عارف لوين تروح ولا مين تلجأ لا تفكر ولا تحتار تاكسبرت حدك ومعك لنساعدك تعبي على الضرائب بسهولة وبلا وجعة راس وبنحصل لك أفضل عائد ضريبة ما إلك إلا تزورنا وما تحمل هم شي سكور الإعلان محصل على 50 دولار خصم على أي من خدماتنا العنوان 23-916-Michigan Avenue Dearborn هاتف 877-717-1040 لدقة وثقة عنوان تاكسبرت لكم أفضل خيار أكيد أكيد بنرجع لكم مستمعينا ومتابعينا من قناة شو الأخبار و102.3 FM وحديثنا مع الأستاذ خضر فرحات أكيد بنحب نذكركم بأن تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك ويوتيوب من خلال قنواتنا وبرامجنا وخاصة تحضيرنا هلأ لبرامج شهر رمضان المبارك وأكيد رح يكون في فرص فرص كتير إلى لكم لحتى تربحوا هدايا وجوائز نقضية من خلال قناة شو الأخبار ما عليكم سوى متابعتنا من خلال اللايك والفولو وتفعيل جرس التنبيه بالعربي بتكتبوك شو الأخبار وبالإنجليزي واتس أب ميدي نتوك خضر خلينا نرجع لحديثنا عن الموضوع اللي نحنا نتحدث فيه وين إز رمضان رمضان بأيبرل 13 بأعتقد رح يبلش بـ 13 أيبرل إذا ألا راد نعاد على جميع إن شاء الله ينعاد عليكم أو على الجميع أخونا المسيحيين كمان بإحتفالات عيد الفصح مزبوط 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 أنا كتير كنت مبسوط صراحة نهار الأحد لما شفت كنيسة القيامة مفتوحة والعالم عم بتصلي والإحتفالات يعني واحد بينشرح قلبه لما بشوف الحياة تعود إلى طبيعتها وخصوصا يعني الاحتفال بهذه المنسبات الدينية الروحانية اللي كل شيء يقربك من ربك يتعلق فيه ما تتركه صحيح كيف لأنه دايما الرب هو طريقة النجات خضر خلينا نرجع لموضوعنا بما يتعلق بالانتخابات اللي جاية لأنه بتنتقل شوي لمروانا وشوي نحكي عن الجاليات وأهمية التكاتف يعني التكاتف والتعاون والتنصيق ما بين الجاليات الموجودة نعم نحن جايين هلأ من الجالي العربية التي تسمعوننا نعم يعني بالنهاية هذه اللعبة ديمقراطية كل إنسان حقه يترشح أكيد كل جالية أيضا تطمح وإذا مش غلط تطمح أن تشوف حالة مثل تمثيل يعني equal يعني equal representation أعطوه من أولى هذه الكلمة تمثيل متساوي حلو واحد يشوف جاليته صوته على المجلس البلدي ولا المجلس التربوي ولا العمدة ولا نئب الولاي ولا مش غلط ولكن بدنا ننتبه لا ننزل بطريقة أنه نصير نضيق بعض ونوقف الطريق بعض يعني اليوم لدينا الانتخابات كلها اللي جاي هلأ في عنا filing deadline أي حد بحب يترشح April 20 هو آخر نهارا حتى واحد يقدر يعبي الpetition 20 نيسا نعم عنا أول انتخابات تمهيدية اللي هي بـ 3 شهر 8 3 أب طيب طالما كلهم عم بيعملوا حامات انتخابية وعم بيتنافسوا بطريقة شريفة ونظيفة مش غلط العالم شايفة العالم إيشها أي مرشح بيقدر يبرهن ويفرجي أو تبرهن أو تفرجي أن هي الأجدى أنها تربح وهي الأحسن والأفضل للمدينة كل المدينة وبالتالي الجيليات مش غلط أما بدنا نبتعد عن كل النعارات إن كانت الشخصية أو المناطئية أو المذهبية أو طائفية ولا بدك إياه لأنه هذي حتفوتنا بالحيط يعني كلنا رح نخسر نظبت ونحن مش هدفنا بالنزلة على الانتخابات إنه كمان نتفرق بالعكس نحن هدفنا نجيب حدا ما استلنا ليش نضعفه لنقوة لكن الحلوب بدنا نقوة الحلوب إذا تسمح لي نقطة هون الحلوب المرشحين تبعنا العرب النزلين كلهم بيستحقوا كله كوالفاية كله كوالفاية يعني أوقات يمكنهم عندك لما بيكون عالم نازلي أوقات فيك تقول عن هيدا يمكن هيدا ما عندوش يعني المواصفات لحتى ينزل على هيدا المنصب بس الحلوب الشباب والصباية اللي نازلين هلأ على الانتخابات وعندهم مناخبية عالية وعندهم العلم وعندهم السمعة الطيبة الحمد لله هلأ شو النائس هن يفرجوا العالم شو برنامجوا الانتخاب على أي أساس نازلين وشو بدون يعملون وهالأساسي يخلوها نظيفة وشريفة وشفافة وواضحة والعالم هي بتنقي هلأ المهم الأصعب للجالي العربية كلها للجاليات العربية كلها إذا قدرنا إذا قدر مرشح أو مرشحة عربية على المير بالأخص بيديربون عارف كيف يقلط انتخابة التمهيدية هناك علينا نحن مسؤولية على عاتقنا أنه كلنا نقف مع بعض لحتى أد ما فيها نشتغل لحتى نوصل هذا الشخص أو هذه الأخت بما كان في خينا كمان سعد المسمر ينازل على المير نعم بيهم تراميك كمان نطلق كل التوفيق أكيد ما في شك تحييله تحييله كل الجاليات أيضا بيهم تراميك طيب اليوم هالمسؤولية الأكبر أنه اليوم نحن عايشين بيديربون تقل الاقتصاد بوين كونتي تتربع ومجي من وراء ديربون طيب نحن اليوم ما منستحقكم في عنا مير عربي شو الغلط يعني ما أنا بفهم هذا شي ممتاز أنه عنا قضاء وعنا بس كما نحن هالم مدينة اللي عادين فيها واللي عادين فيها واللي مساويين فيها يعني أنه نكون عنا مير عربي سو أنا باعتقادي طالما السباق الانتخابي باقي بمساره الشريف والنظيف والهدف حتى يعلم العالم أنه أكوه عن برنامج والانتخابي مش مشكل بس إذا قدرنا إذا قدر مرشح عربي أو مرشح عربي تقلط الانتخابات التمهيدية لازم لكل الجاليات بغض النظر مين وكيف يوقفوا مع هذا الشخص أو مع هذه الشخص أكيدة كمان بالانتخابات البلدية في مدينة ديربون في خينة خليل عثمان من الجالي اليمنية كمان نازل على المجدس البلدي وكنت عم بقرأ أنه خينة خليل قدر بيوم واحد بـ 24 ساعة أنه يعمل فوندريزر ويجيب 20 ألف دولار تحية كتير كبيري للجالي اليمنية إذا تسمح لي بهذه النقطة خضر طبعا تحية أنا كتير مبسوط يعني أنا يعني أنا بعتبر حالي عربي أولا فهمين كيف وهيدي على هالأساس أعتقد أن نحن نشتغل على فكرة مش لبنيز أمريكان يمني أمريكان عراقي أمريكان إذا تسمح لي بهذه النقطة أنا كتير مبسوط وكتير فخور بإخواننا وأحبائنا وعائلتنا وأهلنا من الجالي اليمنية اللي صر لهم هلأ سنتين يعني يخضون الحياة الانتخابية السياسية الاجتماعية في المناطق اللي هن موجودين فيها بشكل كبير جدا 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 عم بيكونوا مشاركين في الحياة السياسية إن كان من ناحية الترشح أو من ناحية الانتخاب عم بيكون مشاركين بالحياة الاجتماعية من ناحية الاعتراض على إذا فيه شغلات بتأثر على بيوتهم ومجتمعاتهم وعلى أولادهم مثل قصة المروانة أنا قلت على الهوى مباشرة لما كنا طلعين من ديربون الجارية اليمنية هي الجارية الوحيدة التي اعترضت على السماح للمنشآت زراعة المروانة في مدينة ديربون إنه تكون قريبة من المناكن السكنية أنا قلت على الهوى مباشرة ما كان فيه للأسف الشديد نحن ما منفرق بس ما كان فيه لا لبنانية ولا عراقية ولا سوريين ولا فلسطينيين ولا أردنيين كانت الجارية اليمنية هي الجارية الوحيدة التي تعترض على إنه هاي المنشآت زراعة المروانة رح تكون قريبة من بيوتهم لازم نحن كلنا كشعب عربي واحد نتوحد ويكون فيه تنصيق كان هناك محاولة مش من زمن بعيد ينعمل كونغرس للمؤسسات العربية يجب إعادة تفعيل إعادة تفعيل هذا القونغرس الجامع للجامعيات العربية وللمؤسسات العربية لتوحيد الهدف ولتوحيد العمل ولما بنقول نحن عن توحيد هذا ما بيعني إلغاء الهوية الشخصية لكل جالية بالعكس بنشوف كل جالية وين طقاطة وين يعني النقاط القوة فيها والاستفادة منها بما فيه خير الجاليات لأنه نحن إذا بحضر تطلعوا على النسيج الأمريكي نحن نعتبر أقليات إلى حد الآن يمكن نحن بيديربون شوية الأكثرية أو بهمتراميك الأكثرية أو بيديربون هايتس بس إذا بحضر تطلعوا على ميشيجن ككل نحن قديش نسبتنا بميشيجن إذا بحضر تطلعوا على ميدوست قديش نسبتنا بالميدوست إذا بحضر تطلعوا على أمريكا قديش نسبتنا فإذا لم نكن موحدين ومتكاتفين ومتعاونين ونعمل بهدف معين موحد مش رح يكون صوتنا مسموعة تفضل استاذ خلالك طبعا أنا بدي ضم صوتي لصوتك لأنه كمان نحن هاي جدا مهم لما نحكي لحك عربة من هيك أنا قلت أنه من المهم جدا بغض النظر أي مرشح إن كان بالعضل المجلس البلدي ولا المير ولا حيالله كانت تكون إذا بيقدر مرشح عربي يقدر يوصل نحن لازم ندعمه أو ندعمه بكل ما قطينا من قول لأنه إذا تفرطنا بوقت يكون على يقين يعني تقولوا حظوظ الفوض صعب جدا خضر فيما يتعلق بموضوع مروانا ممكنت عم بحكي أنا عنه قبل شوي بشفنا أنه الجالي الليمانية كانت عم تعترض على هذا الموضوع و أنت بعتقد عندك حلقة عن هذا الموضوع بكرة إذا فيك تحكينا شوية عن هذا الموضوع تختمت فكرة عامة عن حلقتك شو رح يكون فيها صحيح يعني ما في شك أنه اليوم الإنسان لازم يوقف مع أي قضية فيها ظلم لناس يعني إذا أنا اليوم قضية مش مؤثر علي مش معناها ما بتخصني لأنه أصلا رح تجي علي بعدين يعني اليوم إذا حيبلشوا ببناء المنشآت المروانا المدكال يوث بالساوث أند بجنوب ديربون والشرق بالإيست مش معناها مع الوقت يمكن ما تنتد للواست أو يمكن مش معناها مع الوقت أنه ما تنضبط لأنه هناك خوف جدي وحقيقي من تفلط الموضوع وإحنا كنا نحكي أول حلقة أنه لأسف كتير خسارات بصفوف شبابنا وصبايينا وراء المخدرات فمش ناقصنا يعني فنحن لدي نوقف مع أي قضية بتشكل خطر إن كان عجارنا ولا عساب عجار هاي واحد اثنين طبعا من المؤكد أنه لازم شكلتين هاي المنشآت تكون بعيدة عن المدارس والسكان اثنين لازم كمان هاي دي المنشآت تكون مضبوطة وبدلا نتمنى على كل اللي عم يشتغل بالموضوع لطالما هاي دي عم تستعمل استعمال صحيح مية بالمية للاستعمال الطبية فقط لا مانع بالنهاية علم بس أما أنه تصير بحجة الاستعمال الطبي تصير الأمور بتفلتة يمينا ويسار وبعدين هذا بيؤدي لخراب أكتر نعم يعني نحن لازم نحن لازم نبصر نعنى المصاري إذا الأمور رح تتفلت أنا عم بقول إذا الأمور رح تتفلت وإن شاء الله ما بتتفلتش حضرتك رح تتعلم موضوع في برنامجك أنت عندك برنامج على قناة شو الأخبار كل أهار خميس شؤون الناس نعم عندنا برنامج اسمه شؤون الناس بيطلع كل خميس ساعة 8 المساء على الفيسبوك وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي لصفحة شو الأخبار عبكرة بالتحديد رح نحكي عن هذا الموضوع رح نشرح للمشاهدين نعم المروانة رح نشرح للمشاهدين شين الأوردنانس تبعا السيتي ليش يعني شو السيتي عم تحاول تعمل وشو نفس الوقت اعتراض السكين عليها يعني شو مش كده لأننا كتير عالم نفكر أنه اعتراضنا على المروانة لأنه مروانة لا الاعتراض مش عالمها الاعتراض أنه قديش المسافة حتكون طب وشو اللي بعدين شو النظرة المستقبلية اللي السيتي عم تحاول تقوم فيها وكذلك الأمر لسكين فهيكون جوفك بكرة فحيكون معنا كل من الفارماسيست دكتور محمد صهوبة لأنه كمان كان من أحد مناصمي ورواد الدمونستراشن ديما البلدي السبوع الماضي وأيضا حيكون معنا عضو مجلس البلدي في مدينة ديربون لازلي هيرك حاولنا نتواصل مع سيد سوزان داباجا رئيس مجلس ملدي شؤون الناس مع الأستاذ خضر فرحات تحصريا على قناة شو الأخبار على فيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الوبسايت الخاص فينا خضر بدي أتشكرك على وجودك تحية لكم المستمعين ويعطيكم الفعاف شكرا لك خضر بنهاية هذه الحلقة وهذا البس المباشر متشكر ضيفنا على الأستاذ خضر فرحات الشكر موصول لكم مستمعيننا ومتابعيننا على 1.0 2.3 FM وأيضا على قناتنا على اليوتيوب والوبسايت الخاص فينا حاولنا اليوم أن نكون حياديين كما العادي وكما عودناكم فيما يتعلق بمناقشة أي موضوع هذا موضوع مهم بدوا حديث يطول ويطول عندما نتكلم عن المشاركة في الحياة الانتخابية والسياسية بنهاية البرنامج بدأتشكر الهاتف U.S. مزاد Furniture King Sling TV Airbeek أرمادة Oil & Gas Multimedia Station IP Lighting Supplies Techsports وأنجي Diamond وأيضا الشكر الموصول 102.3 FM كل العاملين وخاصة المخرجي رانا لعطول عامن عزبة تحيي إلا عطول عامن عزبة معنا لرانا فمنشكرك رانا على تعبك وشغلك معنا إن شاء الله ينعاد عليك وعلى العائلة الكريمة إلى أن نلقاكم متابعيننا ما تنسوا تنضموا لألنا على وسائل التواصل الاجتماعي كان معكم حسين هشم من قناة الأخبار إلى اللقاء